أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا ليوم الأحد 13 آذار مارس القمر موجود في منزلة الطرف وهي منزل المضرة والمشاكل يعني الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات صباح يوم الأحد يظل القمر في هذه المنزلة يعني لساعة 11 و4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر موجود في برج السرطان فعشان هيك كمان اليوم بنشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات منها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مبتوحة نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد والغيرة نظرا لأنه حساسية الجميع بتكون في أوجها بوسعنا في هاي الفترة الاهتمام بمواضيع إلها علاقة بالعقارات أو عقار جديد أو استئجار بيت أو شراء نبتة أو الاهتمام بالحديقة أو تقنيب الشجر أو الأمور هاي والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت منتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مسيطرة واللي إلها تأثيرات الزاوية اليوم في أوج لزاوية الشمس مع المشتري وبرضو في عنا زاوية الاقتران الممتزجي اللي هي ما بين الزهرة وبين المريخ اللي طبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم 17-3 هي بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل عنا زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين الشمس ساعة 4.52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية البطيئة لليوم ذروتها هي زاوية الاقتران السلبية اللي بين الشمس وبين نبتون طبعا هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 11 و42 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية لها من يوم 9-3 متشكلة رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 17-3 هاي الزاوية بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في عالم من الأوهام من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتكثر من الوسواس والأحلام الأضغاث الأحلام والشك والغيرة من ناحية السياسية بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل لها علاقة بالقطاع البحري ربما غرق بعض السفن في هاي الفترة أو البواخر بيزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفونات والأمور اللي إلها علاقة بالتقلبات الجو برضو إلها علاقة إما بتسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعية وكذلك ارتفاع أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون دروة الساعة ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة بعد العصر وبتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار راح يبدأ الساعة ثلاثة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بيكون القمر انتقل لبرج الأسد فعشان هيك بيصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسان التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسان اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا لغاية ساعة المسافة عشان هيك رح نذكر بس تواجد القمر في برج السرطان والأثار اللي بيعملها على أعضاء جسمنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب والصفاق وبرضو الجهاز اللينفاوي وعدم الصدر أما بالنسبة لعمليات الجراحية طبعا يوصل يوم بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل هذا يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما زلنا منقول أنه لو نأجلها بيكون أفضل إلا إذا كانت العملية الطرارية فما في مشاكل يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد أما بالنسبة لمطعم كورونا في اليوم مناسب برضو ما في أي مشاكل وبالعكس يعني اليوم الأثار بتقول أقل من الأيام الماضية بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد دخلوا المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة يوم خمسة عشر ثلاث بيبدأ في تمام الساعة عشر أو خمسة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الأربعة حتى تمام الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره حدعشر يوم في تمام الساعة عشر أو ثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره اتنعشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في السرطان وبدو ينتقل للأسد ورح يمكث في الأسد لغاية ستعاش ثلاثة سعيد الآن هو بنسبة سبعين في المية ولكن ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة عشر في المية وبيكمل لنهاية المساء نفس الشيء بالنسبة لعطارد في الحوت حتى يوم سبعة وعشرين ثلاثة الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ولكن مع ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسة في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمس سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ست سعيد بنسبة خمسة في المية أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا برضو اليوم رح تنهمكوا بيومور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء ما تحاولوا برض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكتحذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك بدك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء بتكون كثيرة وممكن إنك ما تجد وقت للراحة طبعا هذا الموضوع رح يظل مؤثر عليكم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء مساء يوم الأحد الأجواء رح تتغير وتصير لصالحكم لأن القمر رح يصير في البيت الخامس اللي هو بيت قوي وحليف لألكم كثير برج الثور بتنشطه في أمور الحالقة بالسفر والاتصالات ولكن بدك تكون أكثر صبرا على الطرقات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تدافع عن مباداك ولكن بدك تدافع عنها بليوني ودبلوماسية بدك تنتبه لكلامك وتحفظ خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاءات واجتماعات اليوم في بعض الأشياء المفيدة اللي ممكن تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة في ساعات المساء بعد يعني غروب شمس يوم الأحد الأجواء رح تتغير لأنه رح يصير اهتمامك العلاقة بالبيت والعائلة وممكن تظهر بعض المسائل اللي تلفت انتباهك وتتطلب منك الاهتمام العائلي الكامل برج الجوزة تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم شيء انك تخففوا من النفقات قدر المستطاع نظموا أموركم المالية ما تسمحوا للأقصاط بالتراكم ادفع المستحقات والأولويات ما تخلي أي شخص يغشك أو يدفعك لتوظيف أموالك بطريق الخطأ في ساعات المساء الأجواء رح تتغير رح تنشط بشكل كبير بجميع الاتجاهات إن كان باتصالات بحوارات بلقاءات بالدفاع عن وجهة نظرك أو الإقناع بوجهة نظرك الأجواء بتصير مناسبة لدرجة أنه ما رح تهدأ نهائيا برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم تزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحظوظ بتصير ممتازة وبتكون ناجحة وحالك نجاح عالي جدا فعشان هيك بدك تتحرك في أي اتجاه اليوم مناسب الفترة إيجابية ورح تلمس من خلالها انفراج وتقدم في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الثاني للعلاقة في المال فعشان هيك بيفتح لك مجال لفرص مكاسب مالية بتيجي أغلبها من عمل إضافي ولكن في منكم ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية برج الأسد بيسيطر التعب عليكم حتى لليوم الثالث وهذا استمرار لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلده للراحة بتكون الفترة هاي فارغة وممكن تخفي عداوة أو مؤامرة عليك أنك تتجنب المشاكل راعي أعمالك سيرها أخذ بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشطات طبعا هذا الضغط رح يظل مستمر لغاية ساعات المساء من ساعات المساء يوم الأحد القمر رح ينتقل ويصير في برج الأسد في برجكم فبتزدادوا نشاط وحيوية وثقة بالنفس وممكن أنك تنجزوا كثير من الأعمال المهمة برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنبوا انتقاد أي شخص لعشان حساسيتهم بتكون في أوجهة اليوم أنت بتحتاج لحشد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك الفترة هاي فيها نجاح وفيها انتشار فعشان هيك بدك تستغلها برضو لإنجاز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل الوصول لساعات المساء مساء يوم الأحد لأن القمر رح يوصل للأسد اللي هو بيت ما تعبك فرح تبيوصل لمرحلة اللي هي لا فترة الفترة هاي بسيطر فيها التعب عليك وبصير الأجواء فارغة من الحضوظ فعشان هيك حاولنك تستغل الفترة هاي برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ووسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شي ما تشوي سمعتك الظروف ضاغطة وممكن تحملك فرصة فرصة عمل مهمة أهم شي إنك تكون منتبه لكل شي وما تترك الطيش أو الله يتسببوا بأخطاء لا تغتفر طبعا هذا الضغط رح يظل موجود لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشط اجتماعيا إما بلقاء الأصدقاء أو بتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة يعني العلاقات الاجتماعية هي اللي بتركز عليها في الفترة القادمة برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اللي بعيدة وبتكونوا يعني اليوم تركيزكم كله على أشياء الهالاقة إما بالعلم أو بالمناقشات بالحوارات بأمور سفر باتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميلوا للاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات طبعا هذا الوضع رح يظل مساء يوم الأحد من مساء يوم الأحد القمر رح ينتقل لبيت السمعة فعشان هكي بدك تحافظ على سمعتك على نشاطاتك الاجتماعية وعلاقاتك وما في داعي للتهور أو المغامرة برج القوس بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة وعلى الرغم من نفقات ثم فرصة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض رغم يعني الأمور اللي لسه مش لصالحك بشكل قوي ولكن اليوم ترغب في لفة الأنظار وتبرير الأجواء السلبية وتبديدها أخرج مع الأصدقاء وعمرح فكر بالغد وباستقرار وضعك المالي لا تستعجل على توقيع معامل معينة أو عملية تجارية حاليا لكن أدرس الفكرة في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت التاسع وهو بيت حليف وقويلة إلك رح تنشط بالأمور الخارجية والاتصالات والحوارات وأمور إلها علاقة بالسفر والامتحانات وهي فترة ممتازة جدا برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم طبعا هذا الشيء ممتاز جدا ولكن سلبية أن القمر ما زال مقابلكم بتكون تجنبوا انتقاد الأشخاص أو اللي حواليكم وتوجيه الملاحظات على أنواعها بتكون تحذروا من المواجهات الكلامية الأجواء سلبية جدا وما تسمع باختلاق الأعذار والمشاكل حذروا مخالفة التعليمات والقوانين تعتبر فترة ضاغطة من ساعة المساء الأجواء رح تتغير أنه القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبصير الاهتمام على الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة إما مكاسب مالية أو حل بعض الأمور المالية يعني الأجواء بتصير أحسن من المرحلة الماضية برج جد بيت تراكم العمل لديكم كمان اليوم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يعني الاهتمام كله على إشي العلاقة بالعمل والصحة عشان هيك حاولوا برضو إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر التنقلات ورشاة العمل وممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم وهذه الفترة بتكثر فيها المسؤوليات والالتزامات على أنواعها وبدك تكون حريص على صحتك وهاي يعني تعتبر فترة دقيقة من ساعة المساء القمر رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك بإنصب إهتمامكم حول مواضيع إلها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والعاطفية وماذا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن بدون انتقادات وبدون أي مواجهات برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن ما تسمح لأي شخص بإنه يغشك اليوم وهاي الفترة بتحملك انفراج يعني قد يكون بسيط ولكن ممتاز جدا وبتحمل تعاطف عشان هيك يحاول انك تستغل هاي الفترة وتحرك بكل الاتجاهات ان كان عاطفيا او على مستوى هواية مستوى الأحبة مستوى التقرب من الأحبة الفترة هاي ممتاز ولكن في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس ليلة عشان هيك يصير يضغط على العمل والصحة فممكن يتراكم العمل فيها او تشعر ببعض التعب او الوهن الصحي فحاول تهتم بعملك وبصحتك وبعلاقاتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة